شكراً لكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أحبت الكرام وشاهدين قناة كربلاء الفضائية إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله جورنا وجوركم بذكر استشهاد الإمام الحسين وصفه من أهل بيته وأصحابه لازلنا نتناول محاور متعلقة بقضية الإمام الحسين بالنهضة الحسينية بالتحديد وخروج الإمام الحسين ولماذا هذا الخروج وماذا طلب الإمام من هذا الخروج والنهضة المباركة في الحلقات الماضية تناولنا محاور متعلقة بقضية السلطة واليوم أيضاً سنستمر بأسباب خروج الإمام الحسين عليه السلام قبل الخوض في المحاور دعوني أرحب بضيف البرنامج الدامر أستاذ عباس على الوهب الشمري أهلاً أرحباً أهلاً أرحباً وصلت من أحد الأخوة نعم يتناول بعض الجوانب المتعلقة بحديثكم السلطة عباس نعم يقول سلطة عباس أعظم الله أجورنا جميعاً بمصاب الإمام الحسين عليه السلام نقرأ الرسالة بالتفصيل وبعد ذلك نخوض ببعض الأسئلة التي جهزناها من خلال هذا الكلام والمداخلة التي كانت من أحد المتابعين للبرنامج نعم استمعت يوم أمس يتحدث عن الحلقة الماضية لحلقة برنامج حياة المصطفين ولم أستطع المداخلة وقد جلب انتباهي بأنك تركز على رسائل أهل الكوفة وكأنه من حديثكم استوحى أنك تركز على رسائل أهل الكوفة وكأنها هي السبب الوحيد الذي يوجه حركة الحسين عليه السلام بأمي وعمي فضلاً عن قدومه للكوفة لتكون قاعدة لنهضته عليه السلام هذا المقطع الأول من كلام عزيز السلطة عباس بغض النظر عن بعض الثوابت والتي صرح بها الإمام عليه السلام مثل قوله من تبعنا تشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح أو شاء الله أن يراني قتيلة وما نقل من أحاديث تبين أو تنبع عن عموم واقعة كربلاء وكذلك ما حذر منه العارفون يوم ذاك الحسين ومن ذهابه إلى الكوفة وأيضاً ما ذكرته وحضرتك بأن الحسين عليه السلام لا يحرج المقابل ويضعه أمام خيار واحد وهذا عين الأمر الذي فعله مع أهل الكوفة لكن بدءاً الحسين عليه السلام وفق معطيات الواقع بكل حيثياته من كونه الإمام القدوة ووجود شروط في وثيقة الصلح وما سيكون عليه مستقبل أمة الإسلام في حالة تولي مثل يزيد أمرها وهو مهم جداً والحسين عليه السلام أول من يعرفه ويحرص عليه وإلى آخره إذن لا يستطيع مبايعة يزيد بن معاوية وإن كلفه ذلك سفك دمه وكل صحبه وأسر نسائهم جميعاً وقد فعل غير الحسين ذلك من عدم البيعة ومحاربة يزيد إذن الحسين عليه السلام سوف يخوض صراع مع يزيد ذو الحجة الواهية والقوة المسلحة القوية والحسين ذو الحجة الباهرة الناصعة لكن بقلة من الأنصار في المدينة المنورة ومكة المكرمة الذين مستعدون للتضحية والفداء من أجل الحق بضافة لذلك بأن الحسين عليه السلام يحرص على أن يجنب هذين المصرين الصراع الدموي وغيره من الأسباب الحقيقية أنذاك يضاف له وهو مهم رغبة أهل الكوفة في نصرة الحق رغبة موجودة عند أهل الكوفة لنصرة الحق وهذا ضمن الرسال كانت موجودة وهذا ما اتضح للسفير الحسين مسلم من عقيل عليه السلام وهذا الخطوة أي إرسال السفير كانت مهمة جداً في بلاغة الحجة بهذا كله كانت الحجة الراجحة تدعو الحسين عليه السلام للذهاب للكوفة أما بعد افتضاح موقف عموم سكان الكوفة ومحاصرة الحسين بأبي أمي ومنعه من الرجوع إلى المدينة المنورة وقبل الختام أعود إلى كون الغيب قد أنبئ بأن مقتل الإمام بهذه الكيفية سيكون حافظ للدين الإسلامي والشريعة المحمدية من القيم والأحكام والأخلاق لذا نرى أن تراكم الأحداث تتجمع في طرف المعادلة التي تدعو إلى وقوع الكارثة في كربلاء هذا أي بعد منع الحسين من العودة أو خيار آخر غير الاستسلام وبالوقوع على حكم بني أمية وهو مفروغاً سلفاً لما فيه من نتائج كما أسلفنا إذن الحرب وإن كانت محسومة النتائج في الختام لكم دعواتنا بكل الخير والبركة والسلام والعافية شكراً للأخ الذي أرسل هذه المداخلة سيد عباس دعنا نبدأ بقضية مهمة وهذا التساءل يطرح في العادة وهي شبهة قد تقع على مثل الإمام الحسين وهو إمام هل خدع الإمام الحسين عليه السلام؟ نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطهرين اللهم صلي على يعني في معرض الإجابة عن سؤالكم رح أعرج على مضمون الرسالة بشكل كامل بشكل عام خلي نقول احنا عادة من نتحرق مواقف معينة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قاموا بها فلا بد أنه لا نخلط بين الحراك الغيبي للأئمة النابع من علمهم اللدني من إنباءهم بأمور غيبية وبين حراكهم الواقعي المرتبط بسنة الأسباب فضمن هذا الاعتبارين لا بد أنه نفهم المواقف التي قاموا بها سيد عباس دعنا نتوقف عند هذه القضية البعض ما يتمكن بالجمع بين هذه الجانبين الأمرين قضية أنه ينبأ والأسباب سيخرج بنتائج خاطئة إذا لم يلتفت يعني إذا لم يفهم بأنه أغلب الناس ما يفهمون كيف يربطون بين الأمر الآن أوضحها بأمثلة هذه في حياة كل الأئمة عليهم السلام أول ما طرحها في قضية مبيت أمير المؤمنين في فراش الرسول يدخلون بالموضع ولك أنتوا تقولون يعلم الغيب إذن شن المزيب من مبيت بالفراش إذا هو يعرف أنه سالم هذا من باب المثال نعم يعني الآن نعطي أمثلة لأنه نعبر عنها يعود أن تعطينا فهم قرآني يرتبط بهذه المسألة القرآن الكريم من قصة القصص ظهر أن بعض الأفعال مثلا من خلال الأنبياء نبي الله يوسف عليه السلام أخوتها أرادوا أن يخرجوا به محاولين أن يعني يقتلوه أو يطرحوه أرضا وكان هذا السلوك يحاول يعقوب عليه السلام أن يقف بوجهه الآن هل خدع الأخوة نبي الله يعقوب عندما قاموا بذلك صحيح لأنه بالنتيجة النهائية نبي الله يعقوب كان يستشعر الخطر بحيث قال بل سولت لكم أنفسكم أمر صحيح لكن ضمن الأسباب الواقعية لا بد وأنه يخضع بالنتيجة النهائية النبي إلى مجريات الواقع فلا يطبق العلم الغيبي الذي أنبئ به لا يستطيع أن يطبقه ويفرضه على الواقع لأنه إذا فرض العلم الغيبي على الواقع سقط الإبتلاء والإمتحان إذن من جهة سقوط الإبتلاء والإمتحان يعني سقوط الغاية من الحياة الدنيا يعني هذا إذان بعدم جدوى وجود الحياة الدنيا فمتى ما انكشفت الأمور الغيبية وبدأت المعطيات تأتي على وفق الأمور الغيبية وما تفرضه في هذه الحالة يجب أن نعطل بعد ذلك الحياة الدنيا ونقول أنها خرجت عن الغاية التي أريدت لها فالأم عليهم أفضل الصلاة والسلام كالإمام الحسين هو أنبئة ولديه علم تام علم لدني بمجريات الأحداث لذلك قال شاء الله أن يراني قتيلا كأني بأوصالي هذه تقطعها أسلان الفلاوات هذا ثابت من لحق بي اللي وردت بالرواية بالرسالة من لحق بي استشت هذا هنانا إنباء حتى ما يتقبل قضية البداء لأنه نبأ من الشخص في موقف يفترض بأنه يكون هناك إغراء بالنصر يعني ما يكو قائد الآن حتى لو عنده يعني عدد قليل من الأتباع أنه يقول لهم بأنهم سيقتلون وعليهم أن يلتحقوا به جراء ذلك فإذن الإمام الحسين يعرف تماما معرفة نابعة عن الغيب المصير الذي سيقول إليه حراكه لكن هذا الأمر يرتبط بماذا يرتبط بالمعلومة الغيبية طيب يوجد حراك آخر له علاقة بالواقع له علاقة بالأسباب هذا أيضا يفرض هيمنت على الحراك فلابد وأنه الإمام الحسين يعني ينصد أو لا لا يلغي مثل هذه المعطيات التي تأتي عن الواقع من ضمنها الرسائل التي أتته من الكوفة في المبايا صحيح هذه الرسائل على المستوى الواقع ليس الغيبي حاكمة في أن يذهب الإمام الحسين لماذا حاكمة لأنه النصر الناس تظهر النصر للإمام وعدم البيعة فهذا يعني بأنه الإمام أصبح ملزما بتلبية نداء الناس لأنهم يطلبون أن يقيم فيهم عدل الله وهو قادر على إقامة هذا العدل وهو منصوب من الله وهو يريد الإصلاح أصلا صحيح فإذا ضمن هذا إذا لم يلبي الدعوة الإمام الحسين يكون قد خالف على المستوى الظاهري بعد ما يوجد عندنا حجة ظاهرة على أن الإمام الحسين إمام حقيقي ومنصوب من الله فتسقط الحجة لا بد أن يلبي لكن في نفس الوقت لا بد أن يفحص يفحص ماذا يفحص حقيقة هؤلاء الناس طيب ولذلك أرسل مسلم بالعقيل هذا الفحص لأنه إذا لم يفحص ولم يتحق لا يمكن بأنه يعرض نفسه إلى التهلك يعني ما كان ليذهب إلى الكوفة الآن البعض يقولون بأنه هو قطعا ذهب إلى الكوفة لأنه هو ينبئ باستشهادة بالكوفة نقول هذا الحراك الغيبي هذا الحراك هذا ما يتعلق بالغيب عن علم لدني عن علم بمجريات الأمور وما أنبأت به السماء عبر رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسين بمجرأ بمآل الأمر وهذا لا شك فيه حاصل وواقع لكن هل على الإمام أن يلغي مجريات سنة الأسباب تبعا لهذا الواقع يعني مثلا أهل الكوفة يكتبون الرسائل إلى الإمام الحسين وتصل عدد الرسائل إلى 12 ألف رسالة ويأتيه مثلا الرسول من مسلم بن عقيل بأنه قد صدق المخبر وأنه الناس بايعوني وأني وبنفس الوقت يقول لا أنا عندي خبر من السماء هكذا إبطال لا يعود معها اختبار ولا ابتلاء ولا تمحيص ولا إمكانية لأنه الناس تنعرف حقائقهم وبالتالي يحاسبوا في الآخرة لماذا؟ لأنه الإمام إذا امتنع عن الذهاب مع أن الرسائل جاءت فالناس مباشرة بضمنهم نحن الذين سنسمع مثل هذه الأعداد سنقول لو كان الإمام إماما حقيقيا للبى دعوة الناس لأن لا يوجد عندنا بعد ذلك مؤشر على أن الناس سيخذلون وأن الناس سينقلبون فإذن حراك الإمام الحسين عليه السلام حراك طبيعي كحراك رسول الله صلى الله عليه وآله في أحد أحد هذه المعركة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله جمع الناس وأخذ عليهم الميثاق والحود بأنه لا يولون الأدبار ولا يخلون بينه وبين عدائه في المعركة وهذه القضية مفروغ منها قرآنيا يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني بهذه فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم ذبره يومئذ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فضمن هذا العهد الرسول متحرك طيب من القوم تركوا أرض المعركة وبعضهم بدأ ينزو كما تنزو الأروا يعني صحيح من الركض وتركوا الرسول في هذه الحالة هل نقول بأنه خديع الرسول لا إذن فكرة أنه الإمام الحسين خدعته الرسائل فكرة مغلوطة لماذا لأنه الرسائل عندما جاءت الرسائل جاءت تدعي بأنه نحن نريد أن نبايعك وأنه لا نقبل بخليفة غيرك وأنه لا ليس في أعناقنا بيعه لسواك لا يزيد ولا إلى أرجع لسؤال الأول الأخ الذي أرسل للمداخلة يقول أنتم تركزون والآن أيضا نعيد السؤال تركزون على قضية الرسائل هل خروج إمام حسين مرتبطة بشكل مباشر بقضية إرسال الرسائل هل كان يذهب إلى الكوفة لو لا هذه الرسائل نعم يعني قضية يعني هل كان الإمام الحسين يأخذ أطفاله وعياله إلى الكوفة ومن دون أن يكون هناك رسائل منهم ومن دون مقصد يقول هو السبب الحقيقي السبب الرئيسي في خروج الإمام الحسين هذا اللي يفهم من كلامك سر عباس نعم هذا أيضا من باب الخلط نحن نعتقد بأن حركة الإمام الحسين حركة مرتبطة بالسماء وبإقامة الحجة من الله طيب هذه الحركة الغيبية نعم يعني نحن نعي تماما بأنه الله تبارك وتعالى يجري هذه المقادير طيب وهذه الأسباب بالذات مثل ما أجراها مع يوسف عندما الأخوة أرادوا أن يقتلوه أو يلقوه أرضا أو يطرحوه أرضا هذا الذي وقع على يوسف في علم الله تبارك وتعالى كانت تتجمع فيه الأسباب بضمنها أسباب العداوة من الأخوة إلى أن يصل إلى مرحلة التمكين في الأرض فمر عبر الجب وغاب عن أبيه وتحمل الرق وتحمل كثير من الأمور التي ارتبطت بعد ذلك بمحاصرة امرأة العزيز له بالسجن محاصرة النسوة كل هذه الضغوطات التي مر بها هي أمور كانت تقع على نبي الله يوسف فقوع المصائب لكن بالنتيجة الله تبارك وتعالى من الوجهة الغيبية كان يرى كيف سيقول الأمر إلى أن يتمكن يوسف عليه السلام وينقذ الناس وتتحول أو يتحول المجتمع إلى مجتمع إيماني فإذا مر نحن ننظر إلى الواقع بما هو فننظر إلى أفعال الناس ونحكم عليها باعتبار أنهم ممتحنون وفي هذا الامتحان يتساقطون وبعضهم ينجو فنحكم على الأشخاص ضمن هذا الدور ومرة لا نرى فعل الله تبارك وتعالى في تمكين أهل الباطل من أهل الحق وكيف أنه من خلال نفس هذا التمكين ينتهي الأمر بأنه يؤول الأمر إلى دولة الحق مثل فكرة انظار إبليس من الوجه الإلهي في قضية الانظار أنه أنظره ليمحص ويبتلي وبالتالي يخرج الخبأ اللي موجود في نفوس الناس واللي حاولون يخفوه يخرج إلى الخارج بحيث يتميز الخبيث من الطيب وينفصل الحق عن الباطل وبالتالي تصف الحياة لأهل الحق صحيح هذه من وجهة نظر الإلهي نعم أنه أنا أنظر إبليس لأن إبليس سيتحول إلى معجل في قضية الإفراز صحيح يعني سيعجل الحالة بهذه الإغراءات بهذه الصدامات لأجل أن يظهر كل إنسان على حقيقته فأهل الباطل سيجدون سراعا أنه الباطل هذا يمثل لهم فوزا فسيكشفون عن وجوههم القبيحة في هذا الاتجاه وبالتالي يمكن فرزهم بشكل سهل هذا من وجهة نظر لكن الآن من نتحدث نقول مثلا هل إبليس فضل في ذلك هل إبليس لن يحاسب هل إبليس كان يفعل نقول لا الله تبارك وتعالى في إنظاره لإبليس كان يستهدف القضية أو الوجه الخير من القضية أما الوجه الشرير والوجه السلبي فيتحمله الناس فالإمام الحسين في ذات هذا الأمر حراكه كله من جهة السماء لإقامة الحجة ولثبوت أمر الدين ثبوتا لا يعود معه إمكان لأحد أن يقول أنا لا أعرف وأنا اشتبهت ومع إلى ذلك أحسن سيد عباس طيب خلي نرجع إلى حديث الإمام الحسين وإنباء الإمام الحسين بينهم من لحق به مستوشي ومن لم يلحق لم يدرك الفتح ما يعني الإمام بالفتح هل مجرد خروج الإمام الحسين هو الفتح أم هناك أمر آخر طبعا هنا الفتح إذا أردنا من الجانب المعنوي فممكن أن نجد كثير من الإشارات من الجانب المعنوي لكن الإمام الحسين لا يعني الجانب المعنوي لأن الجانب المعنوي يعني أن الإمام الحسين ستظهر الحقيقة وسيظهر بأنه أهل الباطل مدى ما لديهم من القبح والظلم والفساد بحيث يتجرؤون على قتل الإمام الحسين مع ما له الإمام الحسين في ذاكرة المسلمين من مكانه وقيمه وكل هذه الأمور وأنه الإمام الحسين ساهم في أن يتحرك ضمير الناس بحيث يلتفتوا إلى الحقيقة هذه كلها أمور معنوية مرتبطة بذات الفكرة فكرة بأنه الحق سيظهر ظهورا تاما بحيث لا يعود معه إمكان لأحد أن يقول بأنني لا أعلم هذا الجانب المعنوي هذا الجانب المعنوي فإذا نستطيع أن نقول من الجانب المعنوي المقصود وهو وهذا ذهب إليه البعض لكن في الحقيقة هذا الأمر مخطوء أيضا لأنه فكرة المعنوي هذا شيء وفكرة إذا جاء نصر الله والفتح شيء آخر الإمام الحسين أولا هذه الرسالة يجب أن نوضح بأنه المقام الذي ذكرت فيه ذكرت في مقام يرتبط بالبيت العلوي يعني موجه الرسالة إلى محمد بن الحنفية ابن الإمام علي عليه السلام وإلى من قبله من بني هاشم وهؤلاء كانت في بيوتهم تأتي قضية الفتح والوعد الإلهي بوراثة الصالحين للأرض وما يرتبط بالظهور وما يرتبط بالرجعة فهذه القضية وهذه المعارف كانت متداولة عندهم بشكل عال جدا وعنهم أخذت يعني نحن أخذنا قضية أنه في آخر الزمان تكون دولة الحق ويكون في دولة الحق إمكان للمؤمن بأنه يرجع ويكون هناك فتح على مستوى تتداخل حتى العوالم فيه هذا يعني بأنه كانت اللي يوجه لهم الرسالة كان يعونه مفردة الفتح وماذا تعني ويعني أيضا بأنه طريق الإمام الحسين ومختاره الإمام الحسين رغم علمه بأنه يستجهد ووقوع المشيئة الإلهية باستشهاده أنه هذا يأتي دافعا لقضية الفتح يعني من دون هذا الخروج لا يحصل الفتح لأنه الدين يضيعه فلا يعود هناك إمكانية للفتح أصلا وهذه تعطينا مفهوم معمق لكنه أيضا من المفاهيم المرتبطة بالغيب أنه لماذا الإمام الحسين يختار أن يضحي بنفسه بهذا الشكل لأنه إذا لم يضحي واستقر الأمر ليزيد ونشر يزيد ما يعني ما يرتبط بالدين الذي يزيف أو الذي ابتكر يعني دين الدين المخالف لشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الدين إذا بقي فمعناها لا يوجد مكان أصلا للفتح لا يوجد مكان لوراثة الصالحين للأرض فلذلك الإمام الحسين كان يستهدف هذه القضية يعني يستهدف أنه يلقي في هذا المياه التي أخذها الركود التام هذا الحجر الذي سيحركها بحيث تبدأ تعيد نشاطها في استيعاب الإيمان استيعاب حقيقي وبالتالي سنلتقط يعني عبر التاريخ سنلتقط أفراد يعني قد لا نصل إلى مرحلة وفعلا هو لا نصل إلى هذه المرحلة أن نلتقط مجتمعات كاملة لأنه لو كان هناك إمكان لإلتقاد مجتمعات كاملة تتحلى بالإيمان الحقيقي لما حصلت الغيبة أصلا ولما بقيت الغيبة بعد ذلك فإذن الهدف أنه تتوفر النفوس المؤمنة التي تكون هذه لبنات في عالم الفتح فمن هنا الفتح في حقيقته ليس المعنوية وإنما حقيقته لنقول المادية الحقيقة الملموسة هو يشير فيه إلى الفتح الذي وعد الله تبارك وتعالى به الصالحين من عباده عندما قال ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لأنه أن يجعل الذين استضعفوا في الأرض أئمة فلا بد أن هذا الاستضعاف يبقى إلى أن يحصل عندنا قضية الفتح أحسنت واجدت مستر عباس خلينا بعد الفاصل إن شاء الله نمر بقضية ذكر الاستشهاد سبب أنه ذكر للناس أنه راح يستشهدون وما ذكر في قضية النصر والفتح ما إلى ذلك وبغض النظر عن ما يحصل وهذا قد يكون مشجع للناس أكثر وليسمعون بأن هناك قتل وشهادة قد يدفعهم إلى الوراء لا إلى الأمام ولكن بعد الفاصل مشاهدين كرام فاصل قصير نتواصل معكم في هذه الحلقة برنامج حياة المصطفى لبقوا معنا موسيقى ما تهمني المسافة دومك وياك أزورك وانهضم وعيوني شمعي حلم عندي أرش دموعي على الباب يجي يوم الخميس بالف دمعة دخي لك خذني للحظرة دخي لك دمعتي جمرة دخي لك خذني للحظرة دخي لك دمعتي جمرة يا حسين سلام الحظرتك تدريني مشتاك أحس تردي أقول أكبر سلامي أسالف من بعيد أعذرني مولاي تدر بحالتي شوق وهيامي دخي لك بعدك بغربة دخي لك حالتي صعبة دخي لك بعدك بغربة دخي لك حالتي صعبة يا حسين حياكم الله من جديد مشاهدي كرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في هذا الحرق ببرنامج حياة المصطفين وقبل العودة إلى ضيفي ننوه إلى أرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج والتي ستظر أمامكم أسفل الشاشة بالإمكانة تصل الطرح الأسئلة فيما يتعلق بموضوع هذه الحلقة وقضية الفتح وذكر الشهادة على لسان الإمام حسين وما يرتبط بقضية السلطة وسبب الخروج من الإمام حسين عليه السلام أستر عباس حياكم الله من جديد الله يحفظك أستاذك قبل برنامج كان بدي أنه نبدي بعد الفاصل بقضية ذكر الاستشهادة لكن خلينا نرجع إلى موضوع الفتح المعنوي نعم وما ذكرته قد يكون مو واضح عند المشاهد الكريم وهذا الفتح المعنوي كيف نميزة عن قضية الفتح المادي مثل ما يعني بيان الدين بيان حقيقة الحق وفصلة عن الباطل أن الإمام الحسين عليه السلام من خلال استشهادة تبينت الحقائق بشكل واضح فيعتبر هذا نوع من الفتح بس هذا الفتح مو مادي وإنما فتح معنوي بمعنى إراءة الحقائق الرسالة لأنها موجهة لمحمد بن الحنفية ومن قبله من بني هاشم فنستبعد أن يكون هذا المعنى هو المراد بالفتح لأنه قضية الحقيقة خاصة لمثل هذه المجموعة هي واضحة بأن الإمام الحسين هو إمام حق وأنه المدار يدور معه عندما يتحرك يجب أن يتحركون وهذا أصلا يجعل هناك مفارقة جدا كبيرة في هذه الرسالة لأنها موجهة لخواس القوم يعني محمد بن الحنفية هو أخ الإمام الحسين عليه السلام ومن قبله من بني هاشم فيفترض بأنه الإمام الحسين يكون عمهم يكون أيضا له علاقة وطيدة وقريبة فيهم بشكل واضح فهؤلاء عدم تلبيتهم لنداء هذه الرسالة بالرغم من أنه ما في هذه الرسالة من نبوء بأنه سيستجهد لكن هي تشير إلى ضرورة الالتحاق بالإمام الحسين نعم تسمح أننا نتوقف سرعبا شوية سعد من بغداد أدنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بدا أن أشكركم جزيلا سمعكم برسال المتلقين وحتى يكون بسرع المتلقين جماعي هي قصة أحدام أهم أو قول أنه رسالة ليست السابق الأول وأستدل على هذا سعد لقوا بالكنترول الصوتي قطع جزيزي بن علي هاي كل الغرفات الغرفة المطال بجارات الشرطية مقبين أو سمكتار وزيزي بن عبد بالكوفة هذا يوضح لأنه الكوفة أهمية أو خصوصية لأنه في غيرها من الأمطار فضلاً عن المكة المكرمة والمدينة المنورة أي أعمي أي أنه الحسين سيتوجه إلى الكوفة جاءته رسائل من أهل الكوفة أو لم تأتي والرسائل هي حجة على مرشليها إذا كانوا أنه امتنعوا من إرادتهم موضو ضغوط خارجية من عبيد الله بن زياد وسجن وقهر وحصار الكوفة وأكد ما قلعته بالرسالتي وعلى ممنونكم بأنه المجيء إلى الكوفة كان الخيار الوحيد أمام الحسين وشكرة جديدة حياكم الله أخ سعد الله يحفظكم ويرعاكم كان تعقيم من أخ سعد على بعض الجوانب لاحظ أولين قضية أنه الإمام الحسين عليه السلام كان سيأتي إلى الكوفة حتى لو لم ترد الرسائل حتى هذا يعني يرده نفسه الإمام الحسين في خطب يوم عشرة عندما خطب بالناس وطلب منهم أن إذا رفضوا هذه الرسائل التي يبعثوها واتغير رأيهم فإذا تركه يرجع هو وعياله هذا الإمام الحسين طلبه بل طلبه قبل ذلك عندما حاصره الحرب يزيد الرياح مع ألف من الفرسة وما قبل أن يدخل إلى الكوفة أيضاً هو أراد أن يرجعوا ومنعوه من الرجوع الإمام الحسين عليه السلام هنا لا يمكن أن نتصور بأنه هكذا يأتي إلى قوم دون حسابات لأنه الله تبارك وتعالى من حكمته التي تتجسد في حراك أوليائه لأن الحكمة الإلهية تتجسد في حراك الإمام الحسين كما تتجسد في حراك الرسل والأنبياء لأنه الإمام الحسين هو الخليفة المتعين من رسول الله صلى الله عليه وآله وهو خامس أصحاب الكساء فإذن يعكس الحكمة الإلهية فلا يمكن أن يذهب إلى أناس ويأخذ عياله لأنه الذهاب بالعيال دليل على أنه بالفعل لا توجد مواجهة عسكرية يعني الإمام الحسين لو كان ذاهباً إلى قتال قوم وأن هؤلاء القوم بايعوه أم لم يبايعوه فهو ذاهب هكذا لأنه يريد هذا الأمر هذا يعني يعتبر حالة من الخلط بين القضية الغيبية والقضية دراسة الوقاع القضية الغيبية عندما اختارت الكوفة اختارتها لأبعاد ترتبط بالفتح هذا لا شك فيه لكن نفس الكوفة ونفس الرسائل التي وردت وردت باعتبارها أمور وقضايا يعني دفعت الإمام الحسين إلى أن يختار الكوفة دون سواها أو أن يختار أن يبقى في مكانه لأنه ضمن معطيات الواقع هناك منطقة تقول بأنه لم تبايع يزيد وأنها تبايعه ومناطق أخرى لم ترسل إليه أي شيء ويزيد يطلب رأس الإمام الحسين لأنه من البداية أول ما بعث الرسالة إلى الوليد بن عتبة في واليه على المدينة بأنه خذ البيعة من الإمام الحسين وإن امتنع فأضرب عنقه فإذن القضية ما بها فصال أنه الإمام الحسين من خرج من المدينة خرج خشية أن يقتل إذن الإمام الحسين عليه السلام هو يحافظ على دمه و لا يعطي للظالمين الفرصة بأنه يقتله هكذا ضمن الواقع اللي موجود رسائل الكوفة تعتبر هي السبيل الوحيد و الصحيح للخروج ما استبطنته هذه الرسائل من نفاق للبعض لأنه نحن لا نتصور بأنه الكوفة عندما تحركت بإتجاه الإمام الحسين هناك أناس فعلا بايعوا الإمام الحسين وهؤلاء كانت ضمائرهم إيمانية ويريدون الإمام الحسين والبعض كانوا لا خاضعين لمخططات أموية أرادت أن يكون هناك مواجهة في الكوفة ضد الإمام الحسين لأنه الكوفة تغيرت طبيعتها بعد استلام معاوية للسلطة استمرت سلطته عشرين سنة وهذا ثبتناه وبيناه في هذه العشرين سنة زرع في الكوفة أناس أغلبهم يتعاونون معه ويريدون رضاه وهم يعني الإمام الحسين هكذا قال لهم يا أشياء على أبي سفيان يعني أنتم بالنسبة إليكم أنتم موالون ومشايعون لبني أمية هكذا يخاطبهم هذه تعني بأنه هناك جمهور موجود وهؤلاء كانوا يوالون أهل البيت وهم الذين حصروا بل إذا دققنا أن المواجهة ما تمت بالكوفة وأنه عبيد الله بن زياد أرسل الحرب يزيد الرياحي مع ألف فارس يمنعون الإمام الحسين من الدخول إلى الكوفة لأنه يعي بأن الكوفة فيها أنصار للحسين وكانوا بعد أن واجهت السلطة الأموية بقيادة عبيد الله بن زياد واجهوا مسلم بن عقيل وقتلوا مسلم بن عقيل بعد أن أرسل الرسالة إلى الإمام الحسين يعني كأنما القوم كانوا بينهم ساعة صفر أنه يريدون الرسالة أن تصل إلى الإمام الحسين من قبل مسلم بن عقيل يعني المبايع التي تمت أهل النفاق الذين كانوا من جندي يزيد في الأصل وموجودين في الكوفة وكان منهم من أرسل الرسائل وقد فضحهم الإمام الحسين في خطبه في يوم عاشورة عندما ذكرهم بالأسماء وأنه هذه رسائلكم وهي ما جعلت الحرب يزيد الرياحي يرتعد لأنه ما كان يعرف هذه المعلومات وأن القوم كانوا يرسلون الرسائل بأوامر بعض الرسائل ليست جميع الرسائل بعض الرسائل كانت ترد إلى الإمام الحسين بأوامر يبدو أنها من يزيد لأنه كان يريد أن يجعل ساحة القضاء على الإمام الحسين هي هذه المنطقة الناس بعد ذلك عندما بايعوا مسلم بن عقيل وأرسل مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين أن صدق المخبر بدأ حراكهم يعني شون الآن يعبرون عن خلايا نائمة بدأ بعد ذلك أنه المخطط قد تم وأنه الإمام الحسين بعد ما عنده مجال إلا أن يأتي إلى الكوفة صحيح وهذا كله يندرج أيضا ضمن مخطط يزيد في محاولة أن يقضي على الإمام الحسين قضاء أغلبه نابع عن ثأر يعني يزيد أصلا جاء ليثأر إلى قتله في بدر وهذا اللي ثبت عندما أبرد له برأس مولانا الإمام الحسين عموما إذن هذه الأمور وهذه المعطيات لا بد من دراسة دراسة دقيقة يعني نحن لا نتوقع أنه البيعة التي تمت لمسلم بن عقيل أنه تنقلب بين ليلة ووحاها خلال ساعات الناس إلا أن يكون الناس قد بيتوا وهذا الأمر سهل أن يفهم الآن لأنه الناس مثلا عندنا بالعراق أيضا يعاشوا حالات معينة ويعرفون ماذا نقصد بأنه هناك مخططات وهناك أمور وهناك ناس يعبرون عنهم بخلايا نائمة وأنه ينتظرون ساعة الصفر للحراك هذا كله موجود وثابت في الحراك السياسي الذي يسعى فيه أصحاب السلطة إلى أن ينفذوا مخططات ومؤامرات للقضاء على خصومهم الآن الإمام الحسين عليه السلام الرسائل من البداية عندما يرسل مسلم بن عقيل يتأكد يعني هو يعرف طبيعة الكوفة والمتغيرات التي جرت عليها لكن مع ذلك المؤامرة شديدة جدا والمؤامرة بالغة إلى مرحلة أنه كيف القرآن الكريم عندما قال ومن أهل المدينة مردوا على النفاق هذا أكو بعض الناس الخطة تحبك لدرجة بحيث بعد أنت ما أمامك مجال إلا أن تتعامل معها بوصفها حقائق ووقائع وإلا الإمام الحسين هل نتوقع بأنه يأتي بالأطفال الرضع معه إلى أرض يجد فيها بأنها معركة على المستوى الواقعي لا يفعل ذلك لكن على المستوى الغيبي الإمام الحسين عندما أنبأه بأنه صريع هذه الأرض وأنه يقتل في أرض كربلا هذا كلها لكي لا يأتي أحد بعد ذلك ويقول الإمام الحسين ما كان يعلم وما كان يتصل بالسماء إن كان يعلم سعباس أعود إلى سؤالي اللي طرحتك قبل الفاصل لماذا أنبأ الناس بالاستشهاد؟ لأنه الإنباء بالاستشهاد يعني أن الإمام الحسين لا يريد أن يخدع الناس لو أنه يتحرك بغير منظار الإمامة بغير أن يكون هو حراكة يعني يعكس ما يتحلى به الإمام الحسين من اتصال بالسماء فإذا وعد بالناس وهو يعي بأنه من السماء هو القضية متجهة باتجاه الاستشهاد فكيف يقول للناس بغير ما سيقع؟ هذا سينقض إمامته أصلا يعني نحن الجانب الذي نتمسك فيه بأن الإمام الحسين إمام منصوب من الله ومتصل بالسماء هو النصوص التي أنبأ بها بالمصير رغم أنه كل الوقائع تقول بغير ذلك يعني يكفي أن الناس تبايع رسول الإمام الحسين عليه السلام ويصل العدد إلى 30 ألف شخص يبايعون الإمام هذا إيذان بالنصر ما يوجد مجال إلا ذلك لكن مع ذلك أن الإمام الحسين ينبئ بهذه الإنباءات دليل على إمامتي بل إذا جاءتني هذه الخاطرة لو تلاحظون أنه تاريخيا عبيد الله بن زياد عندما دخل إلى الكوفة دخل من دون أن يعلن عن نفسه وإنما أعلن عن نفسه بعد ذلك بعد القضاء أو بعد المباشرة بعد ساعة الصفر عندما باشروا بإعلان يعني حراكهم باتجاه القضاء على مسلم بن عقي وهو ما يعني بأنه القضية محبوكة وكان يراد لها أن تتجه بهذا الاتجاه محاصرة الإمام الحسين لو كانت القضية عفوية وأنه ليس مخطط لها من البداية أخصد مخطط لها عندما وجد يزيد بأن الإمام الحسين لم يبايع وخرج فأراد أن تكون الساحة التي تكون هي محلة يعني لنقول يكون فيها المواجهة والتصفية لم يريدها أن تكون في مكة ولا المدينة أرادها أن تكون في هذا المكان هو هكذا خطط في نفس السياق الإمام الحسين عليه السلام عندما يخرج على البعد الغيبي إلى هذا المكان بالذات فيخرج ويعتبر بأن هذا المكان له علاقة ويرتبط بقضية الفتح وله علاقة بقادم الزمن لأن الإمام الحسين لا ينظر إلى الوقاء بالشكل الآني وإنما ينظر إليها باعتبارها الغائي المرتبط بوراثة الصالحين للأرض لذلك ستلاحظون بأن الواقعة لم تتم بالكوفة المواجهة لم تتم بالكوفة واختاروا بأن الإمام الحسين لا يدخل بالكوفة أنا أقول بأنه كانوا يتوقعون بأنه بعض الأنصار للإمام الحسين كانوا لا يعلنون عن أنفسهم ترقبا لدخول الإمام الحسين إلى الكوفة بعد ذلك ينظمون إليه لذلك أرادوا أن يبعدوا الإمام الحسين أيضا عن أنصاره في هذا المكان وكان الذي كان أستار عباس في النتيجة وعدنا دقائق أخير من البرنامج خلينا نختصر الأمور بما هي الأهداف المتحققة من خروج جمهران الحسين الإمام الحسين ماذا أراد بهذا الخروج الإمام الحسين على ما ورد عنه من أنه إنما خرجوا لطلب الإصلاح في أمة جدي أراد الإمام الحسين الإصلاح لكن هذا لم يتحقق طيب لأن الناس خذلوا الإمام الحسين ولم يصدقوا فيما كان عليهم أن يصدقوا فيه من مبايعة الإمام الحسين والوقوف بجنب الإمام الحسين لكي يحققهم لأنفسهم الحياة الكريمة والعدل الذي يفترض بأنه كل إنسان يطمح به لذلك نحن نعاني من هذا الخذلان إلى الآن يعني هذه المصيبة هذا الداء في الخذلان إلى الإمام الحسين إلى الآن المجتمعات ترزح تحت الظلم والقهر خاصة المجتمعات التي تدعي لنفسها بأنها مؤمنة وهي مسلمة لحد الآن المسلمين ما شهد المسلمون أي فترة زمنية يكونون فيها هم يعني يتحقق عندهم العدل بحيث ينعكس ذلك على المثل الإسلامي حتى الدول الإسلامية التي عاشت عيشة جيدة فهي عندما بدأت تنسلخ شيئاً فشيئاً عن الإسلام يعني لا تطبق التعاليم الإسلامية على الوجه الدقيق والصحيح وإنما تطبق القضايا المرتبطة خلينا نقول بنظم مجتمعية قوانين وضعية ما إلى ذلك وإلا لو بقوا على ما هم عليه أيضاً عانوا معاناة شديدة فإذن منذ قتل الإمام الحسين وخذلان الإمام الحسين إلى الآن المجتمعات لم تقم لها قائمة على مستوى العدل هذه الدعاءات نعم موجودة نعم يعني تجد في الكتب في الخطابات نعم لكن في الحقيقة الأمة الإسلامية دائماً متراجعة والفرد المسلم يعاني في كل شيء يعني يعاني في كل شيء والسبب خذلان الإمام الحسين في ذلك لأنهم عندما خذلوا الإمام الحسين يعني نصروا أهل الشهوات وأهل الباطل واللي يأخذون المال دولاً بينهم والإمام الحسين ماذا كان يريد يريد أن يقسم الأموال ويريد أن يحقق العدل الإلهي بين الناس وهذه القضية من خذلها بعد انتهت القضية إلى هذا العدل فإذن كان الإمام الحسين يريد الإصلاح لكنهم لم يساعدوا على ذلك هذا من الجانب يجب أن نفهمه البعد الغيبي اللي أراد الإمام الحسين بهذا الحراك أنه يظهر الحقائق ولا يجعل فرصة لأأل بني أمية وأتباع بني أمية من أنه يجهزوا على الدين إجهازاً كاملاً فأصبح دم الإمام الحسين حاضراً في كل مشهد وفي كل موقف يحضر دم الإمام الحسين ليفصل بين الحق والباطل عندما يريد الباطل أن يتلبسه بوجه الحق ويقول بأنه هو حق دائماً دم الإمام الحسين حاضر لذلك الآن أي إنسان يريد أن يعرف الحقيقة يضع دم الإمام الحسين نصب عنه فيعرف بأنه منذ استشهاد رسول الله ما هو المنهج الذي أدى إلى أن يسفك أطهر دم على وجه الأرض وتسبى نساء أطهر الكائنات وإشرف الكائنات وهي النساء رسول الله ما الذي دفع إلى ذلك؟ فإذن هذا الدم فصل بين المناهج ووضح الطريق بشكل واضح وجلي هذا الإمام الحسين كان يستهدفه لأنه لو لا دمه الشريف لبقي الطمس وبقي الطمس وبقي الناس إلى أن يصل مرحلة لا يوجد دين ولا يوجد إمكانية لأن نقول بأنه هذا هو الدين الحقيقي وهكذا كان وأنه هؤلاء هم أسسوا إلى الجور وأفسدوا وأنه دين الله ليس على الوجه الذي يدعوه وطبعا إلى الآن الصراع قائم ودم الحسين هو الفيصل دم الحسين مو بعنوان أنه تذكره فقط وتبكيه لكن لا دم الحسين الكاشف عن الجرم الكبير الذي مارسته الأمة في محاولة الإجهاز على دين رسول الله لأن الإجهاز على الحسين في حقيقته هو إجهاز على الدين فإذن أصبح لدينا الآن كأفراد الرؤية واضحة من الذي أراد أن تطمس معالم الدين؟ هم أولئك الذين ساهموا بقتل الإمام الحسين قتل الإمام الحسين من أين بدأ؟ بدأ منذ الانزياح الأول والانحراف عن المسار الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين عندما قال إني تارك فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي إذن قتل العترة من قبل المنهج الذي ما رضي بأن يكون للعترة الدور الذي أنيط بها عبر السماء هؤلاء هم الذين أجهزوا وقتلوا وسبوا وكل هذه الأمور كانت نتيجة سلوكهم ونتيجة منهجهم الذي تدعوه طيب سؤال أخير السيد عباس باعتبار ما بينتموه من قضية خروج الإمام الحسين وهداف الإمام الحسين هل هناك الدين في عناق الناس ببقاء الدين معرفة الدين والإيمان الحاصل في قلوب الناس للإمام الحسين طبعا لأنه من دون الإمام الحسين ما كان لأحد أن يعي حقيقة الدين لأنه كانت التزوير واصل إلى أبعد الحدود طيب لو أن الإمام الحسين عليه السلام بايع لأن الإمام الحسين اختار لنقل الفرصة التاريخية السانحة تماما لأن يرفض بيعة يزيد لأنه الناس كان بإمكانها أنه تحقق الفوز وتنهي حكم الطواغي لو استجابت للإمام الحسين فالإمام الحسين يعي بأنه هذه اللحظة لحظة تاريخية معاوية أثبت بأنه هو طاغي وظالم وأن الناس قد عانت ما عانت لكن هي المشكلة في الناس لا أعرف يعني كيف لا ينتهزون هذه الفرص عندما تأتي هلاك معاوية كان سبيل خاصة لأهل الكوفة كان سبيل وأيضا لكل من عانى معاناتهم من خلال ولايتهم من أهل البيت هؤلاء كان عليهم عندما يمتنع الإمام الحسين عن البيع يعني الفرصة سانحة الآن صحيح إذا يعني اتحتتم توافقتم رفضتم مثل الإمام الحسين قطعا سيهلك الطغيان وسيكون هناك فرصة لإعادة الأمر إلى مسار الصحيح بإتجاه رضوان الله لكن هؤلاء الناس خذلوا وأعادوا الأمر عودا غير محمود تماما إلى الآن نحن نعاني منه الإمام الحسين عليه السلام في ضمن ذاك الظرف لو أنه بايع ولم يتحرك أبدا ما الذي كان سيحصل في الدين ما كان هناك إمكانية لأنه يأتي أحد بعد ذلك ويقول بأنه هذا الصادر عن أهل البيت أو هذا الحديث أو كل الأشياء كانت ستلغى وتفنى ولا يبقى إلا وجه الباطل وهذا ما لا يرتضيه الله تبارك وتعالى ولأجله أصطفى من شاء من عباده لأجل أن دائما يعلون كلمته ويتوضح الأمر وكان الإمام الحسين عليه السلام في هذا المقام هو الأظهر نورا عندما ضحى بنفسه وبعياله لأجل أن يصل الناس إلى الإيمان الحقيقي ونحن إلى الآن نتنعم بالإيمان إن شاء الله عبر ما ضحى به الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه سرعب باس على الوهاب الشمري انتهى وقت البرنامج شكرا جزيلا لحضركم معنا الله يحفظكم نلتقيكم على خير الله يحفظكم وشكرا لكم إن شاء الله كرام على المتابعة والإصغاء ملتقانا إن شاء الله في حلقات جديدة قادمة بمرنامج حياة المصطفى تقبلوا تحيات وتحيات كادر عمل في مكتب النجف الأشرف نلتقيكم على خير السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة